أعقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وابناء السلام بالتعاون مع فريق رئاسة المصرية لمؤتمر وبرنامج كوب 27 الخاص بالأمم المتحدة الإنمائي لاجتماع التشاوري الأول حول تنفيذ مبادرة رئاسة مؤتمر كوب 27 ويهدف الاجتماع إلى مناقشة خطة تفعيل المبادرة مع الشركاء بما في ذلك تحديد الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار ركائز المبادرة الأربعة والمتمثلة في تعزيز العلاقة بين التكيف مع تغير المناخ وجهود بناء السلام إضافة لدعم السلام من خلال نظم أمن غذائي قادرة على الصمود